ليفر بول طبعاً الإحصائية قدامنا طبعاً 2-0 للصالح ليفر بول الفرص ما فيش فرص كتيرة يعني أربعة ليفر بول قدر من الأربع فرص يحرز هدفين طبعاً الإنتر عنده خمس فرص لم يحرز منها أي هدف هدف المتوقع كانت اللي صالح ليفر بول 1.2 مقابل 0.7 للإنتر نسبة الاستحواز كانت تقريباً قريبة 51 ليفر بول 49 الإنتر التمريرات نسبتها الصحيحة 86% ليفر بول 80% إنتر تصوبات على المرمى 11 ليفر بول منها 2 ما بين القائمة والعرضة وإنتر 8 تصوبات ما فيش ولا تصوبة ما بين القائمة والعرضة العرضيات 8 ليفر بول 13 إنتر الركنيات 7-7 أرقام متقربة لحد كبير جداً ولكن زي ما أنت بتقول على مستوى المباراة كان فيه تفوق واضح على مستوى الأداء على مستوى خلق الفرص يعني مثلاً زي ما احنا شايفين نسبة التمريرات لو ليفر بول مرر 589 أو 80 كورة وإنتر ميلا مرر 5700 فإحنا يعني سياق الماتش اللي هيعرفنا أن إنتر ميلا ما كانش مهتم باستحواز الكورة في رجله قد ما كانت كل التمريرات دي خطيرة والقدام وبني هجمات وفيها ارتدادات سريعة جداً ومشاكل على تفعل فر بول اللي كان فعلاً مبارح فيرجل فندايك أدى مباراة من أعظم المباراة اللي أدىها فندايك يعني خد أعلى ريد في المباراة من أفضل المباراة ومن الحاجات اللي تباين لك بقى ده ليه أفضل مدافع في العالم يعني لو أنت قستو بقى بالسنائيات والاحتكاكات والقرارات ماركوز في كورة لو تروا كان واحد لواحد عليه بمجرد بس الترحيل البسيط كده خلى الهجمة بازت يعني خلى الهجمة بازت دي بالزبط خبرة فيرجل فندايك في السنائيات ليفربول عرف ياخد اللي هو عايزه من الماش وحياناً التوفيق بيخدمك لما تأخذ مباراة صعبة وتستحمل الضغط عليك طبعاً ولما تملك نجوم بحجم محمد صلاح وفرمينو وساديو مانيه برضو ده بيكون وجوتها كل نجوم ليفربول بيكون لهم كلمة الحسم في الأمطار الأخير لو كان فيه لمسة أخيرة عند جيكو في الماتش دول بطلسة أسألك كان إيه اللي نقص الإنتر عشان يفوز يعني الإنتر خلق فرص حتى على مستوى بناء الهجمات ما كانش فيه خوف يعني رغم الضغط العلي كان بيعمله ليفربول من تلتل قداماني لكن كان بيقدر يخرج بالكورة عشان يعمل هجمة نظامية بمعنى أصح ولكن كان عنده كمان سرعات في الكونتر أتاك ليه ما قدرش يا حرزادة؟ لأنه يعني شئنا أمقابينا تقدم عمر إدن جيكو طبعا الطريق اللي لاعب بقى سيموني إنزاجي كانت قائمة أن جيكو ما يبقاش موجود في منطقة الجزاء قوة الجيكو موجودة في منطقة الجزاء هي التحولات بتقوم على جيكو بلعبه 3-5-2 بلعبه 3-5-2 بس جيكو كان بيسقط أكتر يستلم الكورة ويدي كورة مباشرة في العمق اللي أوتاره ويدي أخذ نفسه 18 تاني بالزبط فجيكو قدم مباراة كبيرة جدا بس كان كل ما بيوصل لقربة 18 يما بيوصل قطع مسافة كبيرة سبرينتات ما بقتش بتساعده حالته البدنية إنه هو يفنش في الوقت ده لفيه كورة في الشرط التاني بالذات كان الخيار الأول لجيكو دايما إنه يشوف بشماله هو باصة تحت مستني لأوتاره ييجي فأهدر فرصة كانت محققة جدا لو مستلمها بقى في الثمانتاشر هيكون عنده اختارات كتيرة وجايب نفسه أكتر بلغة الكورة يقدر يشوف بشماله المرمى مفتوح قدامه مش مهتمة أنه يخلص منها وخلاص هي دي النقطة بس إنتر ميلان برضو افتقد أهم شيء افتقدوا إنتر ميلان بصراحة توفيق يا كب إنه ما كانش موفق يعني إنتر ميلان ما كانش موفق كل الكور اللي كان فيها يعني احتمال إنه يبقى أهداف محققة بيسقط في اللمسة الأخيرة أو قبل الأخيرة واجه خط تدفع بالذات مبارح كمان كوناتية عمل مباراة ممتازة جدا بس فيرجل فاندايك بصراحة مبارح هو اللي أسبي يعني الماتش ده لو طالع زيرو جول بالنسبة لليفر بول أو طالع بكلينشيت فمن أهم الأذب يا فيرجل فاندايك